اشتركوا في القناة بهذا الاسم بيقول لي ان الاسم ده مأخوذ من اسم احد الهة اليونان القديمة المعروف باسم ابولون ابولون اله الفن والنور والجمال عند اليونان وقد اختار رواد المدرسة هذا الاسم تعبيرا عن شدة تأثرهم بالثقافة الاجنبية وعالمية شعرهم يبقى اذا ظهور مدرسة ابولو بهذا الاسم نسبة الى اله الفن والنور والجمال عند اليونان يدل على تأثرهم بالثقافة الاجنبية وان شعرهم ليس شعرا محليا مش حاجة كده للاستهلاك المحلي وانما حاجة عالمية زي ما يكون مثلا واحد ممكن يكون نشأ في بيئة عربية لكن يسمي ابنه اسم اجنبي كده عشان يبين انه هو ايه حديث وعلى اطلاع بالثقافة الاجنبية بالنسبة لظهور المدرسة ظهرت المدرسة بصفة رسمية مع مجلة تحمل نفس الاسم ابولو سنة كام عام 1932 اصدرها رواد المدرسة علشان يعبروا فيها عن اراءهم وافكارهم الادبية ونظراتهم الشعرية في نفس العام اللي صدرت فيه المجلة كونوا جماعة ابولو الادبية يبقى بداية المدرسة ما كانتش مدرسة وطبعا احنا عارفين معنى كلمة مدرسة في الادب مش بالمعنى المقصود ان مدرسة ومدرسين وطلاب ولكن يقصد بها اتجاه في الادب وفي تناول الشعر الرواد بتوع مدرسة ابولو احمد زاكي ابو شادي رائدا وكلهم طبعا في البداية تأثروا بالاستاذ الكبير خليل مطران كل المدارس الرومانتيكية كان لها تأثر بخليل مطران كرائد ومؤسس للاتجاه الوداني والرومانتيكي في الشعر العربي الحديث احمد زاكي ابو شادي كان رائد من رواد مدرسة ابولو ابراهيم ناجي وكيلا لتلك المدرسة يبقى لازم اتعرف على اهم الاعلام اللي بيكونوا المدرسة او اللي بيقودوا المدرسة تأثروا بخليل مطران الرائد احمد زاكي ابو شادي وكيلا لها ابراهيم ناجي الانتاج الادبي لهذه الجماعة يعني ما انتجوه من شعر وادب مش ازاي وتكون ازاي بداية ديوان الينبوع لأحمد زاكي ابو شادي سنة 1911 وكتب المقدمة بتاعته ابو القاسم الشابي قصيدة علي محمود طه في الدستور يبقى دي كلها محاولات وانتاجات ادبية للمدرسة بتبين وتظهر سمتهم كاتجاه ادبي حديث يبقى ازا ديوان الينبوع من اوائل انتاج مدرسة ابولو لأحمد زاكي ابو شادي قصيدة علي محمود طه في الدستور سنة 1918 ظهرت مجموعة من الاشعار والدووين الاخرى التي جعلت شعرهم له ميزة وله شكل ينفرد عن الاخرين وكان لديهم رابطة ادبية بتجمعهم كعادة الشعراء زي ما قلنا في البداية كده كأنهم اصحاب مشروع مجموعة مع بعض بيتجمعوا علشان يناقشوا افكارهم ويعبروا عنها بكل حرية كان عندنا زي ما قلنا اتخذوا الرائد بتاعهم مطران خليل مطران ابن روحيا لرواد مدرسة ابولو احمد زاكي ابو شادي رائدا ابراهيم ناجي وكيلا كل هؤلاء الشعراء كانوا من مؤسسي مدرسة ابولو او جماعة ابولو الادبية عوامل نشأة مدرسة ابولو ظهرت هذه المدرسة مع بداية العقد الرابع من القرن العشرين نتيجة مجموعة من العوامل زي ما احنا متعاودين يا جماعة ان انا عندي اي مدرسة ادبية بتظهر لازم اقوله ايه اسباب ظهورها العوامل اللي ساعدت على ظهورها اولا المعارك الادبية الشديدة بين الديوانيين والاحيائيين معنى ايه الكلام ده المدرسة اللي كانت قبل ابولو مدرسة الديوان وزي ما احنا عارفين ان هي كانت على خلاف شديد مع مدرسة الاحياء والبعث او الاتجاه الكلاسيكي في الشار الديوانيين عملين ينتقدوا في الاحيائيين ويقولوا لهم انتو الطريقة بتاعدكو قديمة وما ينفعش السير على الطريقة القديمة والكلام ده كله والاحيائيين محافظين على شكلهم ومش عايزين يغيروه وبينتقدوا الديوانيين فظهر لون جديد شكل جديد لا بقى ولا انتو ولا هم احنا عايزين نعبر عن نفسنا بشكل مختلف رومانتيكيين اه زي الديوان ولكن بشكل مختلف كلنا عارفين ان السمة الغالبة في مدرسة الديوان كانت غالبة الجانب الذهني او الجانب الفكري على الجانب العطفي مما قدى الى ان مدرسة الديوان كانت بتتميز بالزهنية الجافة فجيه ابولو وقالوا لأ احنا ناس رومانتيكيين عايزين نرجع للعاطفة مرة اخرى يبا اذا المعارك الادبية الشديدة بين الديوانيين والاحيائيين المبالغة الذهنية الجافة والتفلسف الشديد الذي تميز به شعر الديوانيين دول كانوا من اهم العوامل اللي ساعدت على ظهور مدرسة ابولو في بداية العقد الرابع من القرن العشرين يعني فيه الف تسعمية حاجة وتلاتين احنا عارفين العقد الرابع يعني من بداية الف تسعمية وتلاتين واحد وتلاتين وانت طالع العقد يعني عشر سنين انفراط عقد الديوانيين وانصراف المازيني وشكري عن قول الشعر اه يبقى احنا عرفنا برضو في نهاية مدرسة الديوان لقنا ان انصار مدرسة الديوان تفرقوا شكري والعقاد وابراهيم عبد القادر المازيني كل واحد فيهم راح في ناحية ولم يبقى الا العقاد يمثل المدرسة واقترابه ايضا من الموضوعات التي كان يهاجمها في البداية زي شعر المناسبات والرثاء والمدح والتهاني والانشغال بالسياسة وده موضع سؤال ممكن يجيب لي ابيات للعقاد وهو بيمضح الملك او بيمضح شخص ما او بمناسبة ما ويقول لي في هذه الابيات لون من الالوان التي انتقدها العقاد ويديني اختيارات شعر المناسبات والمجملات يكون من ما بينها تماما هذه هي عوامل نشأة مدرسة ابولو في بدايتها ولذلك ظهرت هذه المدرسة فلما يجي يقول لي ظهرت مدرسة ابولو لماذا؟ لمحاولة تجاوز المذهبين السابقين من هم المذهبين السابقين لابولو؟ الاحياء والبعث والديوان ولإكمال النقص فيهما وابدأ اذكر العناصر الاربعة السابقة بالتفصيل المعارك الأدبية، المبلغة الزهنية، انفراط عقد الديوانيين بقاء العقاد وحده ممثلاً لمديوان مع انصرافه عن الشعر واتجاهه إلى السياسة والنثر الأدب في قالب غنائي زي ما احنا متعودين بنجمل ما شرحناه في شكل غنائي ليمر الأدب على قلوبنا كما مر على أذهاننا وأسماعنا بنقول عوامل نشأة مدرسة ابولو معارك أدبية، مبلغة ذهنية، انفراط الديوان، انشغال العقاد كمان بمناسبة وسياسة ومتحي وتهان وجمود الإحيائين عندي أشعر زمان هي دي نفس النقاط اللي احنا شرحناها وكمان غنناها علشان تثبت معانا ونقدر نستدعي المعلومة بتاعتنا فاحنا بنعتمد على الفهم في المقام الأول وده بيساعدني في تثبيت المعلومة العوامل المؤثرة في شهر مدرسة ابولو متران ديوان جبران حرية فردية واستقلال الشخصية وثورة حرورية متران زي ما قلنا انه هما تأثروا بخليل متران كرائد للرومانتكيين بصفة عامة ديوان انه هما تأثروا بالرومانتكية الإنجليزية دي زي علامات كده نفتكر بيها كلمة ديوان تفكر انه هما تأثروا بالرومانتكية الإنجليزية زي مين؟ زي مدرسة الديوان جبران خليل جبران طب وهو جبران خليل جبران ده كان رائد مدرسة ايه؟ جبران خليل جبران كان رائد مدرسة المهجر ايه ده يعني مدرسة ابولو تأثروا بمدرسة المهجر بالزبط كده أبولو تأثرت بمدرسة المهجر اللي هما كانوا خارج حدود الوطن العربي علشان كده بيبان في شعر مدرسة أبولو العاطفة القوية المهجر لما هندرسها بالتفصيل هتلاقي إن فيها عاطفة قوية دول ناس بعاد عن وطنهم فكانت العاطفة قوية وشديدة يبق إذن تأثرهم بجبران وشعراء المهجر إيه حكاية الحرية الفردية واستقلال الشخصية نشأة مدرسة أبولو كانت متزامنة مع ثورة زي ثورة 1919 وبدأت الناس تعبر عن حريتها ورغبتها في الاستقلال عن الاحتلال وده كان ساعد مدرسة أبولو ورواد مدرسة أبولو بشكل كبير إن هم يحسوا بالحرية الفردية وشخصيتهم المستقلة بالتزامن مع ثورة 1919 بحثا عن الحرية فعشان كده العوامل المؤثرة في شعرهم خد بالك إن في فرق ما بين عوامل نشأة المدرسة وعوامل مؤثرة في شعرهم عوامل نشأة المدرسة في النقاط اللي قلناها قبل كده العوامل المؤثرة في شعرهم اتأثروا بموتران اتأثروا بالرومانتكية الإنجليزية زي الديوان اتأثروا بجبران خليل جبران وشعراء المهبر اتأثروا بالحرية الفردية ورغبتهم في الإحساس بالحرية الفردية واستقلال الشخصية أثناء ثورة 1919 الخصائص والسمات الفنية لمدرسة أبولو زي ما احنا عارفين أن أي مدرسة لازم نكون فاهمين السمات من ناحية المضمون ومن ناحية الشكل مضمون القصيدة وشكلها المضمون يعني الموضوعات اللي كانوا بيتناولوها في شعرهم أول حاجة الميل إلى الذاتية الشعرية الفردية والابتعاد عن القصائد العامة يعني ايه الكلام ده؟ إن الشعر يعبر عن ذاته ويعبر عن إحساسه الخاص وما تلاقيش كتير أوي حكاية القصائد العامة اللي بتتكلم عن الموضوعات الشائعة أو الموضوعات العامة التجربة معظمها كانت التجربة ذاتية نلاقي الشاعر بيقول رفرف القلب بجنبي كالذبيح وأنا أهتف يا قلب التائد فيجيب الدمع والماضي الجريح لما عدنا ليتأنا لم نعد إذن الشاعر بيقول إنه هو محب ومشتاق ومتألم من الفراق فهذه تجربة طبعا ذاتية نمرة 2 الحنين لمواطن الذكريات كلمة طبعا مواطن إحنا عارفين إن مفردها موطن ومعناها أماكن الذكريات والماضي الجميل فها هو الهمشري شاعر من شعراء مدرسة أبولو يتحدث عن ذكريات صباه قائلا كانت لنا عند السياج شجيرة ألف الغناء بظلها الزرزور إذن الشاعر بيتحدث عن ذكرياته عند السياج عند السور بتاع البيت بتاعهم وفيه شجيرة شجرة صغيرة كده كان بيسمع صوت غناء التيور تحت ظلها يبقى الحنين لمواطن الذكريات استعمال اللغة استعمالا جديدا ودي من أهم السمات المميزة لمدرسة أبولو بما تدل عليه من إحاقات لفظية أو مجازية استعمال اللغة من حيث اللفظ استخدام الألفاظ الجديدة لما يجي يقول لي العطر القمري العطر القمري الأريج الناعم شاطئ الأعراف وراء الغمام إيه ده إيه التركيبات الغريبة دي هو الأريج ناعم الأريج ده يعني رائحة أنا ممكن أقول رائحة عطرة لكن رائحة نعمة جديدة دي يبقى استخدام الألفاظ الجديدة كثرة استخدام كلمات محددة بعينها والإكثار منها زي النور الحقل الطغيان الموت العطر الشذا دي كلمات تناسب الرومانتيكية بقى الناس دي عايزة ترجع للرومانتيكية والعطفة فتلاقي كلمات من النوع ده بتتكرر كتير في أشعرهم استعمال الكلمات الأجنبية والأسطورية زي الكارنفال فينوس أخناتون إلى آخره كلمات من الأساطير استخدام الرمز والميل إلى الكلمات الرشيقة الجميلة زي عروس عيد جندول عطر كلمات رشيقة يعني كلمات لها تأثير جميل في النفس تأثير مبهج يفرح النفس البشرية ويسعدها يبقى إذن دي من سمات مدرسة أبولو واستعمال اللغة استعمالا جديدا من حيث اللب أما من حيث التصوير فكانوا يميلون إلى التشخيص كلنا عارفين يا جماعة يعني إيه تشخيص سر جمال الاستعارة أو التشبيه التشخيص إن أنا أشبه شيء معنوي أو مد وكأنه شخص فتلاقي الشعر يقول فنسيم المساء يسرق عطرا من رياض سحيقة في المنار استعارة مكنية شبه الايه النسيم وكأنه شخص يسرق فيبقى سر الجمال التشخيص بس التشخيص؟ لأ عندنا كمان التكسيم أو التكسيد لما الشعر يحول المعنويات إلى مديات أو حسيات فيقول لي ذوت الصبابة وانطوت وفرغت من آلامها الصبابة يعني الأشواق لما يقول لي ذوت يعني جفت يبقى شبه الصبابة بشيء مادي يجف ويبقى سر الجمال التكسيد أو التكسيم يبقى إذن من سمات مدرسة أبولو من حيث اللفظ ومن ناحية التصوير أو المجاز الميل إلى التشخيص والميل إلى التكسيد حب الطبيعة والتعلق بها ومناجاتها هنلاقي إن من سمات مدرسة أبولو التعلق بالطبيعة ومش بس أبولو لازم ناخد بالنا إن حب الطبيعة والتعلق بها ومناجات الطبيعة ده سمة مشتركة عند كل المدارس الرومانتيكية أبولو والمهجر وغيرها فنلاقي مثلا أغنيات على النيل من الشاعر صالح جودة الينبوع في أسماء الدووين يظهر حب الطبيعة والتعلق بها التشاؤم والاستسلام للأحزان والآلام حتى وصل الأمر بهم إلى اليأس محمود حسن إسماعيل جعل عنوان الديوان بتاعه أين المفر؟ هنروح فين؟ مفيش فايدة تشاؤم واستسلام للأحزان وهنا نلاحظ إن في الديوان كانت لمسة تشاؤم لكن هنا عندنا استسلام للتشاؤم والأحزان فدرجة التشاؤم كانت أعلى شوية عند أبولو نظرا لعاطفيتهم وشاعريتهم الشديدة تنوع الموضوعات الشعرية التي كتبوها إيه الموضوعات اللي تنولوها في أشعارهم؟ الطبيعة، المرأة، الأمل، الحنين للماضي والذكريات كقول الشاعر يصور شوقه إلى العودة إلى قريته رجعت إليك اليوم بعد غربتي وفي النفس آلام تفيض ثوائر يبقى إذن الشاعر يعبر عن الشوق والحنين للماضي والذكريات في ذلك الماضي ابتعدوا عن شعر المناسبات والمجملات والأشعار السياسية باستثناء أحمد زاكي أبو شادي الذي كان يكثر من الشعر السياسي أحيانا وبعض الشيء مع أبو القاسم الشابي وإبراهيم ناجي طبعا كلنا ما ننساش الأبيات الخالدة لأبو القاسم الشابي حين يقول إذا الشعب يوما أراد الحياة فلابد أن يستجيب القدر ولابد للليل أن ينجلي ولابد للقيدي أن ينكسر فهنا ده شعر سياسي من رائد من رواد مدرسة أبولو ولكنه لم يكن الغالب على مدرسة أبولو إلا القليل من شعرائهم الأدب في قالب غنائي نجمل ما تحدثنا عنه في شكل غنائي ونقول سمات أبولو من حيث المضمون نغني مع بعض يلا بينا حانين للذكريات والتجربة الذاتية وتعلق بالطبيعة وكلمة أجنبية واستخدام الرموز والكلمات الشائية وكلمة محددة كشروق وغروب والنور والظلام والتشخص والتكسيد فاللغة استعمل جديد كوراء الغمام في ألفظ وتصورات كوراء الغمام واليأس والتشاؤم وللأحزان استسلام ولا يوجد موضع زمان لمناسبة ولا مجملة لكن موضعهم كان حانين للذكريات وطبيعة ومرأة كمان حانين للذكريات وطبيعة ومرأة كمان من أهم الموضعات التي تناولها رواد وشعراء مدرسة أبونه في أشعارهم بداية الميل إلى تحرير القصيدة من وحدة القافية عن طريق تعدد القوافي في القصيدة الواحدة متأثرين في ذلك بشعراء المؤشحات الأندلسية طيب خد بلك إن السمة دي مشتركة ما بين الرومانتيكيين والمدرسة الواقعية أيضا وهي تحرير القصيدة من وحدة القافية تعدد الوزن والقافية يا جماعة ده هتلاقيه في الرومانتيكية كلها من أول الديوان ومن أول أبولو ومعانا بعد كده المهجر وبعد كده المدرسة الواقعية يمكن اللي حافظ على القافية في المدارس الرومانتيكية كان المؤسس مطران خليل مطران في بداية تأسيس الرومانتيكية والاتجاه الوجديني وطبعا الإحياء والبعث حفظوا على وحدة الوزن والقافية يبقى من أول الديوان للآخر كله كان بيحاول يتحرر من وحدة القافية أبولو تأثروا بالمؤشحات الأندلسية واللي ما يعرفش المؤشحات الأندلسية المفروض درسناها السنة اللي فاتت هي فن من فنون الشعر ابتكره الأندلسيون عمل زي الأغاني كده ما فيهوش وحدة وزن وقافية فيه تعدد في الأوزان والقوافي عشان تجذب انتباه السامع أو القارئ نمر اتنين الوحدة العضوية واختيار عنوان للقصيدة مثل شاطئ الأعراف الأطلال لإبراهيم ناجي تلك القصيدة الشهيرة الرائعة التي غنتها أم كلثوم وطارق بن زياد وأرواح وأشباح لعلي محمود طه إلى آخره من العناوين التي تعبر عن الديوان وإحنا عارفين أيضا منذ مدرسة الديوان وهم كانوا يحافظون على وحدة القصيدة والوحدة العضوية في الديوان ككل يبقى مش بس الوحدة العضوية في القصيدة لا ده الوحدة العضوية في الديوان علشان كده بيسموا الديوان بعنوان يعبر عن مضمون القصائد التي به الميل إلا الموسيقى الهادئة لا الصاخبة يعني يين موسيقى الهادئة؟ يعني بحور شعرية إحنا عندنا البحور الشعرية كثيرة 16 بحر من بحور الشعر طبعا أنت مش مطالب أنك تعرفه لكن في بعض البحور الشعرية وبعض الأوزان الشعرية بيبقى فيها إيه؟ صخب كده فيها إقاع موسيقي عالي لا فأبوله دول ناس رومانتكيين بيختاروا الأوزان والإقاع الموسيقي اللي هو الايه؟ اللي هادئ كده تماما استخدام الشعر المرسل مرسل يعني لا يلتزم بقفية موحدة يستعمل أكثر من بحر زي قصيدة الفنان للشعر أحمد زكي أبو شادي وغيرهم أدب أبوله من حيث الشكل ولكن في قالب غنائي نجمل ما تحدثنا عنه ونقول سمات أدب أبوله من حيث الشكل شعر مرسل وحر تتعدد فيه الأوزان كقصيدة الفنان لأحمد زكي أبو شادي والوحدة العضوية وموسيقى هدية كمان وتحول من وزن وقفية لتقسيم القاصدة لمقاطع كل مقطع بيمثل دفع شعوري يجنان تماما نتناول بعض التدريبات على أدب مدرسة أبوله بداية بيقول لي أي من الآتي ليس من العوامل التي ساعدت على ظهور مدرسة أبوله انصراف الديوانيين عن الشعر إلى ألوان أخرى من الأدب الصراع الأدبي بين المحافظين والديوانيين طبعا المحافظين بيقصد بيهم الكلاسيكيين الأحياء والبعث تجمد الإحيائيين المحافظين لعدم تطوير شعرهم قيام الحرب العالمية الأولى هنا هنلاقي أن قيام الحرب العالمية الأولى لا علاقة له بأسباب نشأة مدرسة أبوله لكن العناصر السابقة قلنا المعارك الأدبية اللي كانت ما بين الديوان والإحياء انصراف معظم شعراء الديوان عن الشعر إلى النثر يبقى إذن جمود الإحيائيين أيضا كان من عوامل نشأة مدرسة أبوله قلنا إيه معارك أدبية ومبلغة زهنية وانفراط الديوان شغال العقات زمان بمناسبة وسياسة ومتحي وتهان وبمود الإحيائيين عندي أشعر زمان فكل الحاجات دي من سمات أو من العوامل التي ساعدت على ظهور مدرسة أبوله لكن الحرب العالمية بعيدة عن نشأة مدرسة أبوله شعر بيقول رفرف القلب بجنبي كالذبيح وأنا أهتف يا قلب التائد فيجيب الدمع والماضي الجريح لما عدنا ليت أننا لم نعد يشير البيتان السابقان إلى سمة من سمات شعر جماعة أبوله فما تلك السمة هل هي تحرير الأبيات من وحدة القافية أنا هنا عندي قافية موحدة حب الطبيعة والولع بها وبجمالها مش شايفين سيرة طبيعة الرجل بيقول أنا أشعر بالألم بسبب فراق الحبيبة الإيمان بذاتية التجربة والحنين إلى مواطن الذكريات أم الميل إلى استخدام الرمز ما عندناش رموز يبأ إذن الإجابة الصحيحة الإيمان بذاتية التجربة الشعر يتحدث عن تجربة خاصة وذاتية تمام ذوت الصبابة وانطوت وفرغت من آلامها إلى أي سمة من سمات شعر جماعة أبوله يشير البيت السابق عندنا الميل إلى التكسيد الميل إلى التشخيص الإحساس بالاستقلالية الشخصية حب الطبيعة والولع بها لما نشوف ذوة الصبابة الصبابة شيء معنوي شبهناه بشيء مدي يبأ إذن دي من سمات مدرسة أبوله الميل إلى التجسيد سؤال آخر يقول الشعر فنسيم المساء يسرق عطرا من رياض صحيقة في الخال في البيت الشعري السابق تتضح بعض السمات المميزة لمدرسة أبوله فأي من الآتي ليس من هذه السمات وبيقول لي الميل إلى التشخيص لا عندي الميل إلى التشخيص شبه النسيم بشخص يسرق سر الجمال التشخيص طيب استخدام عناصر الطبيعة موجود الرياض والنسيم استخدام ألفاظ النعيمة الرقيقة النسيم والرياض يبا إذن التعبير عن الواقع ده بعيد عننا وعن مدرسة أبوله الرومانتيكية ولكنه ينتمي إلى المدرسة الواقعية يبا إذن الاختيار السليم هو التعبير عن الواقع وبذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا اليوم على وعد بلقاء جديد ودرس جديد من دروس لغتنا الجميلة اللغة العربية اللغة العربية